بهاي اللوحة الفنية جمعت بها كل الحضارات العراقية اللي هي آثار الحضر بصير جنوب الموصل وبوابة أشتار اللي هي بآثار البابليين والثورة المجنح لآثار الآشورين يعني جمعت كل الحضارات العراقية بهاي اللوحة حتى ننطي صورة حلوة عن آثار العراق باعتزازه بحضارة بلده وبموهبته وجهده الذاتي جعل من بيته لوحة فنية تعكس صورة الحضارة العراقية العريقة والأرث الفلكلوري الجميل سالم الحتحوت مواطن من قضاء بيجي لم يدرس أكاديميات الفنون ولم يتخرج سوى من مدارس حبه وانتمائه لبلده هذا البيت المتواضع أعطى صورة حلوة عكس مع أنطت القروات الفضائية العالمية أننا شعب ما مهتمين بتاريخنا وبتراثنا فأجت الزوار حتى من جنوب العراق اللي هي يعتبر أيضا رسالة لتوحيد الشعب بصورة بسيطة يعني أنا من يجيني أبو العمارة أو أبو الوصرة أو يجيني أبو الشمال يجيتها يزور البيت هذه تعطي تآلف وتدعم التواصل بين أفراد أو المجتمع بصورة عامة في الأرى لم يسلم بيت سالم من تخريب الأفكار الضلة وقت ما سيطر على منطقته داعش فقد نال عمله ما نال المناطق والبيوت الأخرى من تدمير لكن أصراره على الاستمرار في بث هذه اللوحات الجميلة جعله يعيد بعد تحرير ناحيته الزوية ما دمر الإرهاب من أعماله ثورة المجنح لا ماسو أيضا ما سلم من أيادي داعش من أجوا وفلشوا راسها الدمو يعني هم ما أعتقدهم هذا الشحرام بس إحنا أدما رجعنا رجعت ناحية تراس مالا حتى ننطي الصورة الحلوة عن آثارنا وتاريخنا لأننا نعتز بآثار العراق حتى ننطي رسالة سلام للعالم على أننا نحن شعب نحب الحياة نحب تاريخنا نحب بلدنا نحب السلام مواطن عادي نقل بجمال عمله صورة لو عملت جميع بها لرأينا العراق لوحة فنية تبهر العالم بجمالها من صلاح الدين فراس الحسني التغير